موسيقى أهلاً أحبائي من كفر نحوم رح أتكلم عن خدمة يسوع نحن عرفنا أن يسوع ترك الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم هذه المنطقة مهمة جداً تعتبر واحدة من أكبر المدن والمنطقة كلها واقعة في سهل الجنسرات يعني سميت بحيرة طبرية واحدة من أسمائها بحيرة جنسرات فهي سهل واسع مثل خليج منطقة حيوية مزدهرة وطبعاً تشتهر بالزراعة وهذه المنطقة تشتهر بصيد السمك خدمة يسوع مهمة جداً لأنه من هذا المكان دعا يسوع المسيح التلميذ وأصبحوا رسل وحملوا الرسالة والكرازة إلى كل بقاع الأرض شاهدوا تعليم يسوع المسيح بسلطان واجتراح العجائب ورأت كفر نحوم أعظم قوات يسوع المسيح كان للمسيح فرصة كبيرة للوعز فهي مدينة كبيرة ومدينة مهمة محورية التي كانت أيضاً قريبة من المدن الأخرى مثل المجدل التي أجدت منها مريم المجدلية بيت صيدة كورزين كاتسرين وهكذا مدن عديدة حول بحير الطبرية وعد عن القرى العديدة حول هذه المنطقة إشعياء النبي تنبأ عن بركات الجليل المستقبلية طبعاً وسط ثقافة الظلام جاء المسيح نوراً للأمم بسمي المنطقة كورة الموت وظلالي أشرق عليهم نور هذه المنطقة التي رأت السبي الأشوري أولاً سبعمية واثنين وعشرين قبل الميلاد هذه المنطقة التي شهدت معجزات وتعليم يسوع المسيح بقوة غير عادية النبوية بتتكلم عن جليل الأمم لأن الأمم كان فيه اختلاط في هذه المنطقة بين اليهود والأمم سواء عن طريق التجارة أو عن طريق الزواج الخدمة في كفر نحوم أصبحت خدمة عالمية دع التلاميذ وخلي بالك أنه كانوا يجوا من كل المناطق كانوا يجوا من لبنان من صور وصيداء كانوا يجوا من سوريا وكانوا يأتون من الديكابولس من المدن اليونانية الرومانية العشر يعني من الأردن عبر الأردن المنطقة الأخرى كانوا يأتون من كل الجليل سواء الأسفل أو الأعلى حتى كانوا يجوا من أورشليم ومن اليهودية هذا الخدمة اللي ابتدأت في كفر نحوم أصبحت محور خدمة يسوع وأصبحت إرسالية المسيح لكل الأرض وأيضاً تذكر أنه المسيح اختار خمس عمالقة متى اللي كان بيجمع الضرائب بوتروس وأندراوس يحنى ويعقوب والتلاميذ الآخرين اللي كملوا في خدمة يسوع اللي ابتدأت في كفر نحوم أخدوها إلى كل أنحاء الأرض وخلي بالك أن هذا الطريق قريب من فيا مارس طريق البحر اللي بيوصل لدمشق حتى إحنا منعرف أنه شاول الترصوصي أخد وصية من أورشليم ومشي بنفس الطريق وطبعاً مش بعيد المنطقة تقابل مع المسيح واستمرت الإرسالية من سوريا إلى كل أقاصي الأرض شيء جميل أن الواحد يفكر أنه هاي المنطقة اللي اليوم عبارة عن آثار مختلفة بيوت منهدمة حفريات واكتشافات سواء مجمع كفر نحوم اللي شايفينه وراي سواء بيت بطرس اللي اكتشفوه على جنبي بالحقيقة كان في خدمة مستمرة في هذا المكان المجمع كان فيه خدمة وبيت بطرس أصبح كنيسة مثمنة تمن أضلاع واكتشفوا أنه كان فيه اجتماعات وكان فيه خدمات من هذه المنطقة هذه منطقة الخدمة خدمة يسوع في عالم الظلمة في عالم الشقاء في عالم البؤس في عالم الموت والجهل والظلام جاء المسيح نوراً للأمم وخدمة يسوع المسيح كانت مشهورة جداً مكتوب هنا في سهل جنسرات فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وأيضاً بيتكلم عن المرضى طرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم جميعاً وهذه طبعاً استمرت في كل النواحي سواء المناطق المحيطة اللي ذكرتها جاء المسيح نوراً للأمم وأيضاً إلى خراف إسرائيل الضالة خدمة يسوع كان بيتكلم عن الملكوت الجديد ودستور هذا الملكوت الجديد اللي وصل إلى كل بقاع الأرض وزلخصنا خدمة يسوع المسيح مكتوب في متة أربعة عن هذه المنطقة زبلون ونفتالي الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور نور المسيح وهذا النور عبارة عن خدمات يسوع كان يعلم في المجامع في هذا المجمع علم يسوع مثلاً عن خبز الحياة أنا هو خبز الحياة وأيضاً كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب خدمة شفاء في بيت بطرس شف حمات بطرس المحمومة وانتهر الحمى منها وكانت معجزة عظيمة في هذه المنطقة أخرج الأرواح الشريرة الشخص اللي كان فيه روح نجس في المجمع الرب يسوع أخرجه وانتهره كانت خدمة تحرير وكانت أيضاً خدمة خير كان يجول يصنع خيراً ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس هذه الخدمات اللي كانت من كفر نحوم هي انتقلت بالروح القدس بروح الرب في حياة التلاميذ لكي يأخذوا هذه الخدمة التعليم الكرازي الشفاء والتحرير والصنع الخير وهذه خدمة الكنيسة في هذه الأيام في كل أنحاء العالم إذ نقف على أرض كفر نحوم ونسترجع الزاكرة الحلوة أنه يسوع أسس الخدمة وأصبحت حملات كرازية وتبشرية من هذا المكان ترجمة نانسي قنقر